طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الشرس الذي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني والسمح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل في قطاع غزة وشددت الجامعة في بيان اصدرته اليوم بمناسبة الذكرى 106 يعلام بالفورة على ضرورة العمل على وجه السرعة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارية بتاريخ 26 أكتوبر الماضي بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وحماية المدنيين والتمسك بالالجزامة القانونية والإنسانية ودعت مجل سلام بممارسة اخصصاته في تحمل مسيرياته بتطبيق واحد القانون الدولي بمعايير العدل والإنصافة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي اتعرض لهجم إسرائيلية شريسة بما فيها مدينة القدس ترجمة نانسي قنقر